ويقعد الصبح الولد مثلاً يشوف ابوه على سجادة الصلاة يشوف الظهر واقف على سجادة الصلاة يشوف المغرب واقف على سجادة الصلاة هذا نوع من قضية الالتزام العملي يعني يشوف أنه الولد يشوف أبوه جاء يسير بهذه القضية يشوف أنه لا أخذ نعم ممكن هو الآن قد يكون عند نوع من التمحل أو عدم الأبالات أو شيء لكن لا شك أنه الولد جاء يعاينه جاء يختزل هذه الحركات وهذا الالتزام الآن بعد مدة من الزمن تظهر على سلوكه إذا كان سلوك الأب والأم سلوك التزامي سلوك للصلاة للعمل للعلاقات التزام بحيث أنه إذا واعد يوفي إذا تكلم يصدق إذا أنه في قضايا هذه يشوف الولد راح يشرب بهذه القضايا لا والله إذا شاف أنه السلوك لا بخاربط لا طبعا الولد يطلع شنو رانك سايد وذلك الساعة يشن نقول هس هذا الولد إن من طالع هس هذا الولد إن من ترجمة نانسي قنقر